ونبدأ بالتطورات الميدانية في مدينة اوديسا جنوبية اوكرانيا هذه المدينة الساحلية التي شهدت سلسلة انفجارات تبين فيما بعد ان بعضها ناجم عن تدمير روسيا مصفات نفط ومستودعات وقود مجلس المدينة من جانبه اعلن ان اوديسا تعرضت لهجوم بالصواريخ وان هناك تقارير عن اندلاع حرائق في بعض المناطق صحيفة التايمزا البريطانية افادت بان لندن تعتزم ارسال اسلحة الى اوكرانيا تشمل صواريخ مضادة للسفن من اجل الدفاع عن مدينة اوديسا الصحيفة نقلت عن مسئول بريطاني ان هذه الصواريخ تستخدمها البحرية الملكية البريطانية وهي مزودة باجهزة استشعار يمكنها استهداف السفن المتمركزة قبالة سواحل اوكرانيا وتتمثل اهمية اوديسا في ان السيطرة عليها تعني عزل اوكرانيا عن البحر الاسود بما ينطوي على حرمان البلاد من الاستراد والتصدير واوديسا هي ثالث اكبر مدينة في اوكرانيا بعد كييف وخر كييف وتعتبر عاصمة الجنوب الاوكراني يأتي هذا في الوقت الذي اعلنت اوكرانيا تحرير محيط منطقة كييف بالكامل واشارت الى ان القوات الروسية انسحبت بشكل سريع من شمال البلاد من جانبها وصفت روسيا الانسحاب من كييف بانه بهدرة حسنينية من اجل استئناف المفاوضات ترجمة نانسي قنقر